بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم معاكم اميرة عادل بمسي على كل حبيبي والنهاردة هنعمل مع بعض البطاطس بالطريقة الحلوة دية زي ما انتوا شايفينها كده لونها تحفى وطعمها جميل جدا حاجة كده من بره كريسبي ومن جوه طرية كده وجميلة هتعجبكم او بازن الله وتعجب الولاد تنفع في الفطار او تنفع في العشا اللي اتنين بتبقى جميل جدا بتتضاري بقى تكليها مع التومية او مع القطشب بتبقى جميلة جدا لو عايزة طريقة القطشب او التومية اللي اتنين هسيبه لكم في صندوق الوصف السهم اللي بيكون اسفل الفيديو وقبل ما نقول عملنا وصفة النهاردة ازاي لو الفيديو عجبك بتنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة اللي اول مرة يشوفني ويفعل جرس التنبيه حشان نوصله كل جديد يلا بينا نشوف عملنا البطاطس بالطريقة الحلوة دي النهاردة ازاي وهاجي كده من الاطراف اشيل الاطراف اللي هي الطرف ده والطرف ده علشان اعمل لها قعدة وتبقى البطاطس كلها صوابع مقاس واحد وهخليها سميكة شوية علشان تبقى من جوة طرية ومن برك ريسبي مش عايزة انا تبقى نشفة لكن لو انت حب البطاطس تكون نشفة معاك رقاء الخرطة بتاعت البطاطس شوية لكن انا امتخناها شوية هيبصي بالشكل ده هتعملي بطاطس متساوية تبقى كلها الاصابع كلها قد بعدها خلاص انا قطعت البطاطس بالشكل دوت هجيب بقى مية سخنة وحطها على النار فحلها على النار نحط مية سخنة ونحط معلقة ملح هننزل بقى البطاطس هي البطاطس مش هسلقها يا بس هتاخد كده لون بس تغير لونها يعني خمس زقائق بس من اول ما تحطيها جوه المية هيبصي من على الاطراف لونت كده اديت لون شفاف لكن من جوه لسه احسبيها كده بالساعة كده تلاقي خمس زقائق بتلاقي البطاطس معاك بقيت كويسة لا هي مستوية ولا هي لسه نية دمهية هيبصي دي كده خلاص خدت لون شفاف كلها اهي بالشكل ده كده هما ازاي بالزبط هبتدي بقى اطلعها بقى اهي بصي نطلعها بقى نطف النور ونطلع البطاطس كلها تبقى طعمها جميل جدا بالشكل دوت خلاص طلعت البطاطس بقى عشان تبرد بعد كده نمتدي بقى نقطعها اهو كده هقطعها كده اصابع كده بالقطع ديت او بالسكينة لو موجودة عندك قطع بيها بتدي شكل جميل جدا اهي بصي زي ما هي اه تخينة وساميكة مش مهرية خالص مني كل صبوع اه زي ما هو بقطعها بكل سهولة مش متعبة خالص في التقطيع لانها متماسكة ما مش بتبقش خايفة كاو انت بتقطعيها لأ بتقطعي بسكة وانت بتقطعي اهي بصي مسكة ازاي مش مستوية ومهرية كده لأ خلاص انا قطعت البطاطس كلها بالشكل دوت هبتدي بقى اجيب عليها بقى التوابل الجميلة اللي هتخلي اللون الحلو اللي انت شفتيه دوت هجيب الصينية اللي انا هرص فيها ابتدي احط بقى دي معلقة توم بودر معلقة بصل بودر ودي معلقة كاري هندي حار لو بتحبيه حار ودي معلقة جبنة شيدر بودر ودي معلقة بابريكا وبعد كده هحط معلقتين نشا صغيرين ودي نص معلقة ملح لاني نحط ملح في الاول وهجيب بقى الزيت هحطت لها رش الزيت اهو كده بالشكل ده وهبتدي يقلب بقى كله مع بعضه بصو شايفين البطاطس متمسكة ازاي لازم تخلي بالك من خطوة السليق زي ما انا قلت دوبك خمس ازاي بس من اول ما تنزليها حسيبها كده اول ما تنزليها في المية هما خمس ازاي علشان ما تتكسرش منك او تتفتت عشان وإحنا بنقلب كده هو تكون متمسكة اهو بقلبها كده بكل سهولة مش خايفة عليها ولا حاجة خلاص انا بقى كده البطاطس كلها امتصت السوائل انا كنت احطوها والبودر كله التوابل كلها وديتها اللون الجميل دوت هبتدي ارصها بقى في الصينية بعد ما رصناها بالشكل ده نمتدي بقى ندخلها الفرن على اعلى درجة حرارة بالشكل دوت بعد كده خلاص اهي الصينية كده بقى خرجت من الفرن زي ما انت شايفها كده شايف لونها جميل ازاي بعد كده ننتدي بقى نحط عليها بقدونس بيدي شكل جميل وطعم حلو قوي اهو بالشكل دوت بصي شايفها البطاطس عاملة ازاي شكلها تحفى طعمها جميل جدا طبعا كل ولد طبعا زي ما انتم عارفين بيحبوا التومية وبيحبوا الكاتشب هنقدمها لهم معاهم في الفطار زي ما قلت او في العشا ممكن برضو في وجبات في الغدى برضو بتتحط مع اي صندوشات في الغدى بتبقى جميلة جدا الوجبة ديت وبكده تكون خلصت وصفتنا النهارده بتمنى الوصفة تعجبكم وتنفزوها وتقولي رأيكم فيها ايه وقالكوكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر